يا كبير، لفنا البلد كلها عليها، وما كي لهاش روح انت علي حاضر يا كبير، ربنا سلم يا روان، حصل عمتي فين؟ عمتي فين؟ اللي جابك دلو كشمس عايزنا أعرف إن عمتي مش لجينها وأقعد ساكتة؟ يا طرى روحت فين يا فوزية؟ يا طرى روحت فين يا عمتي؟ ما هو مش معقول برضو يا زينب تكون تاهد ولا اختفت؟ هي مش هي لصغيرة؟ ما تسكتش يا رتالي، كفاية بقى؟ مش ناصينك ابني، وبعد كده فوزية مكرا يبقى ابني فوزية كمان وما يبقاش لتبالك كلها كلمرة وانا وابنه وست الحسني والجمال كفاية يا رتالي؟ هو احنا فيه وأنا فيه؟ احنا مش ناصين موخك المريض ده؟ ما تهدي شوية وميلو عشان افتكر عشان كل ما افتكر إنك ما ديت إيدك علي يا زينب ما نساش حق ابني عبد الله وانت كمان ما تنسيش نوح ربنا يخليه كده ويبقى راجل ما الوهدوم لا يا حبيبتي ده مش عشان تفتكري ده عشان تفوي ما اللي انت فيه وعشان تعرفي إنه الصور اللي في موخك يا رتالي ده مجرد مرض فهمت؟ خد مرتك ومشى مرهان وأنا لو جالي خبر هقولك يا رتالي يا زينب ما كانش لك حق بتعملك ده صبوري علي يا الشمس اللي يا عمتي فوزية بس وأنا هقولك هقدلها موخها ازاي هي لازم تفهم اللي هي فيه مش لو لقناها؟ وحيات أم أمك يا زينب فوزية ما هللاقيها عارفة ليه؟ عشان إنتي عايزة كده وعشان إنتي تلعت نمرة ونمرة كبيرة قوي عميتك لو لفنا الدنيا كلها مش هللاقيها في الآخر بقى هيقولوا فوزية طفشت أو الجننة أو سفرة الحجاز زي خالك عب سلام ارهجي يا رتالي ارهجي ارهجي ايه؟ 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 ما تجلجيش؟ ده دكتور مجرّب مين قالك اني خايفة أصلي؟ هي ديف؟ اه أنا خد يعلقوا خلاص والباقي بعد العملية انت ايه اللي جابك دلوقت؟ دخلت ست الحصد؟ دخلت اه، وجلك العملية تاخد كده؟ سعب الكتير ومالو؟ قالينا مستنين عشان نروح نبلغ سبع الرجال بقولك ايه؟ احنا ما اتفقناش على الليلة دي متخفيش، انا عارفة انا بعمل ايه؟ ما تتكلم؟ ايه اللي حصل؟ اسألها على ايه؟ تهتستهبلي يا بيت ما تنتقف؟ انت اللي مجنون، في حد يصدك صوفة؟ فيها مفيدة، اللي هنم متجوزاني ومتجوزة صوفة في نفس الوقت كسما بالله ما حصل وهو لو كدب يعني كان هيجيله عين يجيلي البيت ويقولي الكلام ده في وشي انا مش عايز ولك المزيع ده عايزيها فتحي حد غيرنا وعمل عملتك دي كان دفنك تحت رجليك ولا حد سأل فيك ولا الاجدية وانت عارف وانت لولا ان انت ام عبد الحكيم والده اخوي كان زمان يدلوك رميكي في الرشاح وبكرة الصبح جتد التبعايب على وش الميا والكلام بتنهش فيها غير فضايا ولا كلام كتير طلقها طلقها انت طالب طالق طالق بالتلاتة وهكي تكوني فكرة انك هتكسري اختي شمس بجوازك من فتحي ولا فتحي هياخدك ويطلعك لفوق طبقي غلطانة وهبلة وعبيطة مش فاهم اي حاجة في الدنيا دي اللي زيك لما اتجاوز والده عبد الحكيم يفضل طول عمره يحمد ربنا بوس يد وشه وظهر ويزهد الجواز ويغمد عينه عن الرجالة اسماعي تتلمنى حالك ومحتالك وتطلعي بره البلد ماشوفش وشك مرة تانية هنا برق! برق! شمس امرك يا اخوي اهو قدامك اهو لو خلعت مداسك وضربتيه بيه اعملك ده خد حاجك منه ايه هو ده تفاكرين نفسكو مين تفاكرين عبدو اشتريته من سوق العبيد ولا ايه ايه يا فتحي عبدو اشتريناك من سوق العبيد خلت بيضعب حكيم وانت ولا حاجة مشالك في جراسه وعملك احسن ببيعاملنا وجوزك بيته في الاخر طلعته وسخ من وسخ مش قولت ده جابلك ده تطلق شمس طلقه! بعد اذنك يا اخوي حقك علي اني هتكلم بعد اذنك يا حسن اسبوني معايا شوية هاضر يا شمس على حسن لو واحدة غيري كتت عاملت الاخوتها جلولة عليه ولو واحدة غيري كتت خلت اخوتها يدفينك حي بس لا انا بتقصول الاصول اللي انت ما تعرفش عنها حاجة ولا تعرف كمتها يا شمس بس ولا كلمة انت تجعد وتسمع وبس عارف انك عايز تكبر وتحس انك بني آدم وعليه الجيمة عارف انك حاسس انك أجل مننا وان النقص اللي جواك ده يخليك تفرق وتاكل في نفسك عايز تقول انا احسن من شمس واحسن من العيلة اللي انت منها واحد واحد لسه ليك هينت تتكلم بعد كل اللي عملته اخسارة انا كنت فاكراك هتقول لي معلش يا شمس سامحيني يا ست الستان حجك علي وانا كنت هتقول لي مالو كش الخطر اللي في بطني وهو انا عملت ايه انا شمس اكتر من اللي اخواتك عملوا اتجاوزت واحدة ثانية تم هم اتجاوزت ثانية وثالتة عارف انت عملت ايه انت كسرت هاجو لها لك لتاني مرة بس دي هتكون اخر مرة scheme ما انت عايز تعيش معايو ولا لا بص يا فتحي انا جواز مش هتجاوز داني وقلبي انت كسرت وتقفل خلاص بكس اللي جيدي اهل من دوني كلها ولو عكلك مش شايبك قديني بقولك اهل يمكن تفهم انا كنت ممكن اقولك طلقني ما عايزكش وما روءا ولا حسن كانوا هيخلوك تطلقني غصبا عنك بس فكرت في ولدك لما هيكبر ويسأل عنك هجولو ايه مروان ولا حسن او اخواتي وانا نيني عنهم من جوا كل واحد فيهم يشلني على رازه ويفديني بروحه لكن هو لا حد فيهم عايحب ولدك زيك